اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك العديد من أنواع نظم المعلومات وذلك نظراً لحاجة المنظمات يعني كل منظمة تحتاج إلى نظام مختلف عن المنظمة الأخرى لذلك تعددت نظم المعلومات لدينا والمنظمات تنظيم البيانات النظم المعلومات يقوم بتنظيم البيانات ومعالجتها لاستخراج المعلومات المطلوبة ومن أهم نظم المعلومات لدينا ما يلي أول نظام لدينا هو نظام المعلومات الإدارية نظام معلومات الإدارية ومهم في معظم المنظمات في الشركات من نظم المعلومات الإدارية تقوم نظم معلومات الإدارية بتزويد الإداريين والعاملين في المنظمات بالمعلومات هي التي تقوم بتزويد العاملين والإداريين يعني العاملين والإداريين يحتاجون إلى المعلومات وهذه المنظمة هي منظمة إدارية تقوم بتزويدهم بالمعلومات واللازمة للقيام بأعمالهم الإدارية يعني أي عمل في هذه المنظمة تحتاجها للموظف فنظم معلومات إدارية هي التي تقوم بتزويده بالمعلومات حتى يتم سير العمل من الأمثلة على ذلك لدينا نظام الذي عندنا التخطيط وعندنا التنظيم التوجيه، التوظيف، الرقابة هذه أمثلة لما يحدث داخل نظم المعلومات الإدارية نظمة معلومات الدارية تقوم بالتخطيط هي تقوم بالتنظيم هي تقوم بالتوجيه للموظفين والعاملين تحت الإدارة والتوظيف بالإضافة إلى ذلك والرقابة على سير العمل داخل المنظمة هذا يساعدهم على إدارة المنظمة والعمل في بيئة تنافسية وواضحة لأن هذه الأشياء لما يكون عندك تخطيط ويكون عندك تنظيم وتوجيه يكون فيه منافسة ويكون فيه عمل داخل المنظمة أيضا تقدم نظم معلومات الإدارية تقارير مختلفة لمستخدميها في المنظمة يعني يكون عندنا تقارير مختلفة عبارة عن تقارير دورية تصدر كل فترة مثلا في بعض التقارير بعض المنظمات تقوم بتقارير يومية بعضها تقوم بتقارير أسبوعية أو شهرية أو خلال أو على مدار السنة هذه التقارير وشفايدتها وبماذا تساعد هذه التقارير عزيز الطالب والطالبة تساعد التقارير في صنع القرار لما يكون عن المسؤول يكون عندي تقارير لسير العمل كامل ممكن أني أصنع قرارات سواء أني أطور العمل أو أتابع الموظفين إذا كان فيه أي قصور كتقارير المصروفات والمخزون وتقارير عن الموظفين وغيرها من التقارير الدورية ومنها ما هو عبارة عن تقارير خاصة يطلبها المستخدم من النظام عند الحاجة مسؤول النظام ممكن يبي تقارير عن موظف معين أو المستودع المعين أو أي أن كان من احتياجات داخل المنظمة ممكن أن يأخذ بعض التقارير الخاصة داخل المنظمة كتقارير مفصل لمنتج مثلا أو بند معين من المصروفات داخل المنظمة أو موظف محدد كما ذكرنا وغيرها من التقارير الخاصة كل هذه الأشياء تحدث في نظام المعلومات الإدارية أن يكون فيها تنظيم للعمل كامل داخل نظام المعلومات الإدارية نتوجه الآن إلى النوع الآخر من نظم المعلومات الذي هو نظام أو نظم دعم القرار نظم دعم القرار تقوم نظم المعلومات الإدارية بتوفير معلومات وتقارير عن أداء المنظمة ولكن في نظم دعم القرار يتم تحليل بيانات ومعلومات المنظمة ليش نحلل ونفسر هذه الأشياء لتفسير ما يحدث داخل المنظمة ومحيطها كمسؤول لما تشوف ماذا يصير قدامك داخل المنظمة كامل هذا يساعدك لدعم القرار لما تتخذ قرار تتخذه على بيانات موجودة وسجلات ظاهرة أمامك حتى تتخذ القرار المناسب وإعطاء توقعات وتنبؤات بمستقبل المنظمة أيضا بالإضافة إلى تقديم مقترحات تساعد إداري المنظمة على اتخاذ القرار المناسب يعني كل هذه تقوم نظم دعم القرار المساعدة الرئيسي للمسؤول أو الإداري في المنظمة والمسؤول على المنظمة لاتخاذ القرار المناسب وهذا يندرج تحت نظم دعم القرار وتتنوع القرارات المتخذة في المنظمة ممكن ما بين قرارات مبرمجة بعض القرارات تتم بشكل مبرمج مثلا إذا وصلت إلى لمت معين أو إلى درجة معينة إلى أرقام مثلا بالتعامل مع أرقام إذا وصلت إلى درجة معينة النظام يتخذ القرار المحدد في هذا الشأن والتي يتم وضع إجراءات محددة لها وتكون تقليدية متكررة مثل قرار حسم الغياب مجرد أن الموظف لا يكون متواجد تلقائيا النظام يقوم بحسم الغياب لهذا الموظف هذه تقوم بشكل برمجي بشكل تلقائي وتعين المسؤولين وقرارات هذه من القرارات المبرمجة في بعض القرارات تكون غير مبرمجة ولا يوجد لها أي برمجة بالنظام لكن تقوم عن طريق المسؤول المباشر للنظام مثل قرارات لا يوجد لها إجراءة محددة للتعامل معها وتكون جديدة وغير مرتبة مثل قرار تخفيض الكلفة مثل بعض القرارات التي ممكن تخفيض كلفة بعض السلع أو تقليل الراتب بعض الموظفين هذه بعض القرارات التي تكون غير مبرمجة وتحديد سياستها للإستثمار هذه قرارات غير مبرمجة وقرارات شبه مبرمجة عندنا التي تكون مشتركة بين البرمجة وغير المبرمجة لا تميل إلى أحد مثل إعداد الميزانية لمنتجات معينة دون الأخرى ممكن يكون في نهاية السنة بكل شركة ممكن يعدون الميزانية لهذه المنظمة وهذه القرارات تكون مبرمجة شبه مبرمجة يعني تكون نوعا ما مبرمجة ونوعا ما يتخذ القرار لهم مسؤول النظام لهذا القرار هذه عندنا ثلاث أنواع تكون مبرمجة وتكون غير مبرمجة وبعض القرارات والأنظمة تكون شبه مبرمجة هذا بالنسبة لنظام دعم القرار نتجل الآن إلى النوع الآخر من أنواع نظم المعلومات التي هي النظم الخبيرة النظم الخبيرة هي عبارة عن نظام معلوماتي يحاكي خبرة الإنسان يحاكي خبرة الإنسان في مجال معين يتم تحديد مجالات معينة في هذا النظام وهذا النظام يحاول أن يحاكي خبرة الإنسان ويتم ذلك من خلال استخلاص خبرات وقدرات مجموعة من الخبراء يعني يأخذون خبرات مجموعة من الخبراء لدينا كل خبير يقدم الخبرة التي لديه تضاف للنظام حتى يكون عندنا نظم خبيرة مستخلصة من الخبراء التي أخذنا من استخلاصنا الخبرة منهم من الخبراء في أحد المجالات الحيوية والنادرة ووضعها في برنامج سهل الاستخدام له وقدرة عالية في التحليل والربط والاستنتاج هذه ميزة النظم النظم الخبيرة يعني يبحثون عن الناس اللي لديهم خبرة في مجالات حيوية ومجالات نادرة يستخلاص الخبرة وتوضع في برنامج سهل الاستخدام وذلك قدرة عالية في التحليل والربط والاستنتاج لما يكون عند النظام بهذا القوة وبهذا الحجم من المعلومات والخبرة يتم التحليل والربط واستنتاج النتائج واستخلاصها بشكل مباشر وبشكل دقيق وللوصول إلى حل المشكلة ممكن في حل زي ما قلنا حل المشكلة بشكل أسرع من الخبير البشري والذي يتم استخلاص المعلومات منه الخبير البشري ممكن لازم تجمع مجموعة من الخبراء حتى تستخلص نتيجة ممكن تختصر هذا الشيء كون عندك نظام خبير تأخذ معلومات من كل الخبراء اللي لديهم مجالات حيوية ونادرة وكذا نستخلص النتيجة ويحل المشكلة بشكل أسرع من الخبير البشري وتعتبر النظمة الخبيرة إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وهو من أهم علوم الحاسب الآلي في وقتنا الحاضر اللي هو الذكاء الاصطناعي ويحكي الذكاء الاصطناعي قدرات العقلية قدرات العقلية للإنسان والتي تتسم بالقدرة على التعلم والتحليل والاستنتاج وردة الفعل على أحداث لم يتم برمجة الآلة عليها من قبل هذه فكرة الذكاء الاصطناعي وش يسوي الذكاء الاصطناعي في الحاسب الآلي في علوم الحاسب التعلم يقوم بالتعلم يقوم بالتحليل والاستنتاج تكون ردة فعله على الأحداث لم يتم برمجتها في الآلم سابقا يتم تطوير ردود الفعل بالنسبة للذكاء الصناعي وهناك تطبيقات عديدة للنظمة الخبيرة للمساعدة في حياتنا الأومية من الأمثلة للنظمة الخبيرة لدينا تطبيقات الموجودة في أجهزة الهواتف النقالة مثل نظام سيري والأنظمة الأخرى يتم التجاوب معك هذه تعتبر من الأنظمة الخبيرة للعمل عليها عندنا الرجل الآلي والروبوتات تعتبر من أنظمة الأنظمة الخبيرة أيضا نظام التوقف الآلي في السيارات اللي يسمونه نظام الرادار أو نظام التوقف لإيقاف المركبة بشكل محدد هذا يتم عن طريق النظم الخبيرة وهذا لاحظناه في السيارات الحديثة موجودة هذه النقاط أيضا أنظمة الطيران الآلي في الطائرات أن الطائرة تقود بشكل آلي لتحديد إجراءات معينة أو أمر معينة تعطيها وتقوم الطائرة بشكل آلي هذا يعتبر نظام خبير وتطبيقات المنزل الذكي وهذا الدارج الآن أنك تقدر تدير أشياء كثيرة داخل المنزل عن طريق البرمجة وعن طريق الأجهزة المستخدمة هذا يعتبر نظام خبير للتعامل معه تحدثنا عن النظم الخبيرة الآن نتحدث عن نوع آخر من أنواع نظم المعلومات الذي هو نظم معالجة البيانات ماذا يقصد بنظم معالجة البيانات أعزائي الطلاب والطالبات حيث أن تقوم نظم معالجة البيانات من اسمها جمع البيانات تعالج البيانات التي تحتاجها المنظمة مثل منظمة عندنا تحتاج بيانات معينة لازم يكون عندنا نظام معالجة البيانات لفكرتها أنها تجمع البيانات التي تحتاجها المنظمة نخزلها داخل سجلات ونعالجها وفق إجراءات وقواعد محددة أما يكون عندنا معالجة لإجراءات محددة باستخدام أجهزة وأدوات معينة تكون في أجهزة خاصة مبرمجة ومجهزة لمعالجة البيانات واستخلاص النتائج ومن ثم القيام باسترجاع المعلومات المطلوبة وعرضها بالطريقة المناسبة وتجهيزها لمشاركتها مع عنظمة أخرى هذا نظام معالجة البيانات يقوم فكرته في جمع البيانات التي تحتاجها المنظمة وتخزينها في سجلات ومعالجتها وفق إجراءات محددة وقواعد باستخدام أجهزة وأدوات معينة أيضا يعيب هذه الأنظمة نظام معالجة البيانات عدم مرونتها لما يكون فيه نظام معين ما يكون فيه أي مرونة للبرنامج لذلك أنها غير قادرة على إنتاج معلومات لا تنتج معلومات فقط وظيفتها أنها تعالج وتفرز المعلومات وترتبها لك وتستخلص النتائج فقط أنها تعالج البيانات أنها غير قادرة تنتج معلومات لا تنتج لنا أي معلومات فقط إدارة المعلومات مثل نظام مصرفات الفواتير المبيعات الإرادات في الشركات نظام الرواتب فكرتها أنها تقوم عرضها أو الاستفادة منها في نظام آخر وصول المعلومات بس تعرض لك النتائج وتأخذ النتائج ممكن أن تضيفها لبرنامج أو نظام آخر مختلف فيه بالإضافة إلى أمثلة أخرى ننتقل الآن إلى النوع الآخر ندينا اللي هو نظم المعلومات الجغرافية تعد نظم المعلومات الجغرافية من النظمة الحيوية والمهمة في عالمنا اليوم فهي عبارة عن نظام نظام ما يقوم فيه يقوم في جمع البيانات تخزينها وتحليلها وعرض المعلومات مرتبطاً على التوزيع المكاني يعتمد على التوزيع المكاني لأن النظام الجغرافي في المناطق مختلف من منطقة إلى منطقة هذا يعتمد على التوزيع المكاني الفكرة منها لتوزيع المكان لتحقيق الهداف محددة ويمكن هذا النظام إدخال معلومات الجغرافية مثل عندنا الخرائط صور جوية أيضاً بالإضافة إلى التصوير الفضائي وكذلك معلومات وصفية مثل أسماء الأماكن الجداول هذه كلها موجودة في نظام المعلومات الجغرافية وأن الأشياء تساعد نظم معلومات الجغرافية في بناء تصورنا الحالة المناخية لتشوف حالة الطقس سواء البكرة أو بعده في الأيام المقبلة هي لتدرس عملية حالة الطقس والغطاء النباتي وسكاني في هذا النظام نماذج نظم معلومات في قطاعات مختلفة النماذج سنذكر نموذجين بشكل سريع نظر لأهمية نظم معلومات النماذج التي هي الأمثلة وما يحدث في نظم المعلومات من الأمثلة التي لدينا هذه الأمثلة لمجموعة كبيرة عند النظم معلومات في وزارة الداخلية في الشركات في التعليم العام في التعليم العالي في الصحة في البلديات في العمراني في المالية في أنظمة كثيرة سنتحدث عن نظامين بشكل سريع نظم المعلومات في وزارة الداخلية مثلما أنتم شايفون الجهود التي تحدث في نظام أبشر لمدى كاملية هذا النظام وتوفر وزارة الداخلية خدمات أكترونية للمستخدمين عبر نظام المعلوماتي حيث أنها لدينا يمكن تسجيل عن طريق البوابة باستخدام رقم الهوية بريد أكتروني رقم الجوال وتأكد الطلب كل هذه الأشياء موجودة تطلعون عليها بكتاب أنك كيف آلية استخدام نظام الوزارة الداخلية الذي هو نظام أبشر والأمر يسير أيضا المثال الآخر لدينا الذي هو نظام المعلومات في التعليم العام مثل ما تستخدمونه أعزائي الطلاب والطالبات الذي هو نظام نور على شبكة الإنترنت وقد حاز على جوائز عالمية في مجال مجتمع المعلومات ويقدم نظام المعلومات لجميع المستفيدين في التعليم لأنه يقدمه لك الطالب يقدمه لولي الأمر وأيضا للمعلم ولمدير المدرسة والمشرف التربوي ومدير إدارة التعليم وغيره من المستفيدين من هذا النظام الذي هو نظام نور انتهينا من درسنا اليوم تحدثنا في هذا الدرس عن أنواع نظم المعلومات ذكرنا كل نوع وذكرنا بعض المعلومات لكل نوع أيضا تحدثنا عن نماذج نظم المعلومات ودينا العديد العديد من نماذج نظم المعلومات وذكرنا مثالين اللي هو نظام وزارة الداخلية واللي هو نظام التعليم العام اللي هو نظام نور وبهذا انتهينا من درسنا اليوم وأتمنى أني وفقت في شرح هذه المادة العلمية وبالتوفيق لكم جميعا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد